لقد غمرتنا الهموم وأعداؤنا يحيطون بنا إحاطة النار المؤلكة إنما صائبنا لأعظم من أن تحتمل ولقد كتبنا إليكم في ليال تفيض بالعذاب والدمة وفي قلوبنا قبس من الأمل إن كانتما تبقية من الأمل في أعماق الروح المعذبة هذا الجزء من الرسالة التي قتمتم بعوث الأندلسيين للسلطة المغربة عبدالله الغال والتي تلبنهم فيها بمساعدة الثورة التي يوجدها ضد الإسبان في 96 سنة هذه أشتاعت آخر مملكة الإسلامية في الأندلس ومن هذا الوقت الأندلسيين المسلمين كيعاني وعاما بعدها ووقع ألاف الجرائم ضدهم من طرف الإسبان وتم إدلالهم وستعبادهم وتفرضوا عليهم قوانين جائرة كالتحول بالسيف المسيحية وبدأوا محاكم تفتيش في قتل وحرق أي مسلم سابق شكوف أنه يكذب في شأن اعتناقوا دينهم ومؤخرا تم منع استعمال اللغة العربية وإي عادة أمازيغية عربية وإسلامية ومنعوا الأسامي واللباس العربي وهدموا الجوامع الحمامات واجبروا الموريسكيين بشكلوا الأبواب ديورهم مفتوحة ثلاثيان في الأسبوع بشتم مراقبتهم وتفرض على النساء يكشفوا وجههم لكي يكونوا في الشارع وزادوا عليهم ضرائب ثقيلة فمن بعد ما سمع هذا الشيء السلطان المغربي وعد الأندلوسيين غريبوا الثورة سيرسل الجيش لكي يساعدهم ونفس الرد جامل عند حاكم الجزائر أما المواطنين المغاربة والجزائريين غير سمعوا بأمر الثورة قروا التطوئ وجمعوا السلاحهم شوما مع المبعوثين يدعموا الثوار الردود ستشجع منظمي الثورة يبدأوا العمل ويجمعوا الناس ومع انتشار أخبار تمرد لقاعدة الإسبان لم يسوقوا بزال حيث من اللي استعمروا مملكة غرناطة في 1492 داروا الأندلوسيين ثوارات صغر لكن بسرعة قدروا يسحقها 27 سبتمبر 1568 تم عقد اجتماع في حي البيازين بغرناطة اعطر له 26 منثل على المناطق الأندلوسية المختلفة فقرروا تخاب سلطان للأندلوس لكي يشتنعوا على الناس ووحد الكلمة لهم وكان عندهم الاختيار بين ابن فاراج واحد من المؤسسين مقاومة من عائلة معروفة اسمها بانو سيراج وكان خطان صباق قبل بدء الثورة وبين شاب اسمه فرناندو دي بالوري كوردوبا من عائلة تنتسب لبني أمية فتم الاتفاق على فرناندو دي بالور لغير الاسم ديالو المحمد بن أمية ودروا ليحتفال صغير ديالو تتويج وأقسم أمام الحاضرين باش يموت في سبيل الدفاع للأندلوس وقام بتعين عمو بن جوهر قائد عامل الثورة والمنافس ديالو بن فاراج ككبير للوزراء أما هو فخرج من غرناطة لعند القبيلة ديالو ألبالور في قرية بيردينار في البشارات اللي مبعدش بالزافة للمدينة والتي تسمى حاليا بقلب بخارس فبدأوا يأتي الناس من كل بلصة يبيعوه وبدأ أيضا تجهيز لخطة الحرب كانت الخطة الرئيسية هي أنها في ليلة عيد الميلاد في 24 ديسمبر 1569 تجمعوا الطوار في حي البيازين في غرناطة وتقسموا لثلاثة الفارق واحدين يجمعوا لمحكمة التفتيج والآخرين يجمعوا لمحكمة الحمراء والبقي على مركز الرئيس ومن بعدها دخلت مليلاف جون ديبلي باس الأتراك والمغاربة لكي يخلعوا الإسبان ويسحب لهم أن الدول المجاورة أرسل ستان لكن الخطة لا تنشي كيف مبرمج لها في ليلة 23 ديسمبر سيكون فرقة من الجيش الإسباني في المنطقة لتنقل شحنة البناتق فأطلق سمع جموعة الثوار اللي سيجمعوا للإسباني ويقتلهم كاملين ويأخذوا الأسلحة لهم وهكذا بدأت شرارة الثورة قبل الوقت المحدد لها أيضا في ذلك الوقت سطح بزاف ديال تلجع لجيبال سيارا نيفادا وقطع الطريق الغرناطة على الثوار فبقوا في منطقة البشارات وفقط بن فارج اللي قدر يدوز للجهة الأخرى ويدخل الغرناطة مع 180 مجاهد وحول إقناع أهل حي البيازين باش يبدأوا حتىهم الثورة ويستغلوا عدم موجود بزاف ديال الجنود في المدينة لكن نرفضوا حتى يتخافوا يبقوا وغيبوا حتىهم بدون مساعدة فرجع بن فارج للبشارات وكلفوا الملك بن أميه باش يمشي المنطقة الماريا ثم جبل طريق شعل فيهم الثورة وأرسل القادة الآخرين لديروا النفس المهمة لكن بن فارج يدير مذابح كثيرة بالجيش اللي تحت الإمارة دياله ويقتل أكثر من 3000 شخص في بضعة أيها ودخل فيهم حتى الناس العاديين اللي عندهم سلاح ومشي في الجيش فغضب عليه بن أميه وقام بالعزل دياله من هذا المنصب ودرب بلستو بن جوهر وأمر باش يقتل حتى إسباني مدني من غير محاكمة ومجد تدخل سنة 1569 حتى سيطر الأندلسيون على جميع جبال البشارات ولودي الإقليم ودربوا الحاميات الإسبانية وقضوا على الإرساليات المسيحية كاملة ودربوا هزيمة كبيرة للقوات الإسبانية القشتالية في واد القرين إسبان تفجأوا بهذه الانتصارات وهذا شيء يؤدي إلى فوضة بين صفوف القادة للجيش ومن شدة التنافس بين حاكم غرناطة وحاكم ألماريا كل واحد يوم أجمع للثوار بدون تنساق فجيش ألماريا حجم في 4 يناير 1560 من الشرق على البشارات وقدر يمنع ثوار واد المنصورة يلتحقوا بالثوار أما جيش حاكم غرناطة المركز ديمانديخار فتوجه نحو واد الإقليم فحاول جيش بن أمياي من عمر المرور عبر جيسر طبلانا ووقعت المعركة الأولى الكبرى تماما لكن لأن جيش الأسبان كانت عنده المدفعية الثقيلة فقدر يدفع جيش الثوار للتراجع لمنطقة باقيرا ثم وقعت المعركة الثانية لكن مرة أخرى جيش بن أمياي سينسح بالسهول لمجاورة وسيقوم جيش الأسبان بالسبي والقتل ونهب منتلكات السكان من بعد الخسائر الكبيرة للثوار حاول ديمانديخار التفاوض مع بن أمياي ورسل لي واحد الأندلوسي مسالم اسمه دون أنفونسو حاول يقنعه أنه غير سيعرض رسول الشعب لله وكان ابن أمياي بدك يفكر في الصلح والتفاهم الذي يرى حلمات له من الجنو بدك يتفاهم مع الحاكم ديمانديخار بشأن تسليم لكن المتطوعين المغاربة رفضوا الصلح وحرضوا الثوار الآخرين على الرفض فمشى ابن أمياي مع رأي الأغلبية وستأنفوا المعارك وفي 27 يناير 1569 اشتبك الإسبان القشتاليين مع الأندلسيين ومرة أخرى انتصروا الإسبان وقدروا يحتلوا مدينة سبرتنا ويعتقلوا المئات منهم أم ابن أمي وخوتها بشوش ويقتلوا وينهبوا أي حاجة كجي في طريقهم وعلن حاكم غناطة أن أي أسير سيتم اعتباره عبد من بعد في 11 فبراير 1569 سيتلقى الإسبان هذه الصغيرة في لوسكوا خارس وتقتل منهم 150 جندي مع ضباطهم لكن الموريسكيين سيتتراجعون مرة أخرى من بعد ما تم أثر واحد من القادة ديهم المسمى القائد الزمه والذي تم إرساله الغرناطة ويعدبوه عذب وحشي أمام المدن وحيدوا له للحمل على أعظامه وحي لكي يكون عبرا للآخرين حاكم غرناطة دي منذ خارب ذكيبا لأنه قريب يقضي على الثورة فحاول يقبض على ابن أمي وكان على شوية ما يقصروا فشكرا نخبع في ضر القائد ابن أبو لكن قدر يهرب وفي نهاية شهر فبراير كانت الحرب غير متكافئة في حرب المسلمين حرب العصابة بأسلحة بالية بينما جيش الأسباني يقتلوا ويسبي في عائلتهم لكي يدفعهم من الاستسلام الأمر الذي سيتغير في 17 شهر مارس 1569 فهذا النهار كان الأسباني خائفين من بعد لم يسمعوا إشاعة أن ابن أمي يهجم على غرناطة ويحتلها وهذا الأمر سبب توطر الحراس حبس غرناطة الذي هجموا على المسجونين الأندلوسيين ويقتلوا فيهم الليل كامل واستعانوا حتى بالمسجونين المسيحيين وما منع من هذه المدبحة غير أب وأخ بن أمي اللي خلوهم لتفاوضوا بهم وكان هذا حافي جديد للموريسكي الأندلسيين لتحقوا بالثورة خصوصا أنهم عرفوا بأن الموت في ساحة المعركة أفضل من السجن عند الأعداء فانتفضوا على الحاميات العسكري الإسبانية في أنحاء البشارات وقضوا عليها وغلبوا الجيش الإسباني اللي حاول يوقفهم واجتمعوا مرة أخرى بأعداد غافرة وصلت الأكثر من 30 ألف جندي وفي نفس الوقت أرسل لملك الإسباني كيستنجد بن ممالك الأوروبية بشخمض الثورة فجأتوا في 28 أبريل 1569 من إيطاليا قوة بحرية منكونة من 24 سفينة وجوهم مقاتلين من ألمانيا والنمسا وفي 18 ما يوصلوا آلاف الجنود الفرنسيين بشاركوا في الحرب أما من جهات الثوار فمرة أخرى أرسل بن أميكي تلوحته ومساعدة الدول الجنوب المسلمة لكن للأسف السلطان المغربي كان يرتفقها مع الإسباني لأن يحمي الدولة من هجوم الأتراك أما العثمانيين فكانوا مشغولين بحرب القبروس ولم يمكن أن يساعدوا الأندلوسيين وبينما هذا المعارك لا تعرف أنحاء الأندلوس كان ابن أميكي يحاول التفاوض على حياة الأب بغير يدفع فيه حتى الثلاثمانين أسير إسباني لكن لمجلس الحرب يرفضه فاستغل هذا الأمر بعض الأعداء من السلطان المتعاونين مع الإسباني لتخلصوا منه على رأسهم ديوغو الوزير أخو زوجة ابن أميكي الذي يمكن أن يظهر رسالة بالاسم ديالو مرسل للقائد بن عبو كي يأمروا فيها لكي يقتل المتطوع الأتراك وغير وصلات الرسالة سيعتقد بن عبو الذي معه أن ابن أمي يخانه فارجعوا وهجموا إليه في المقر ديالو ومع أنها شرح لهم أن الرسالة ليست ديالو وليست هو الذي يكتبها لكن قتله في ليلة 20 أكتوبر 1569 من بعد هذا الحديث تم مباعة بن عبو الذي كان اسمه من قبل هو ديالو لوبين وتسمى بالمالك ملاي عبد الله وغير شد الحكم معه والتنظيم المجاهدين وجاب أسلحة من المغرب والجزائر وفي أكتوبر 1569 قاد هجوم على مدينة أرخيفة بالقرب من غرناطة وسيطر عليها من بعد حصر قصير فتزاد عدد المحاربين من الذين رأيتها ضمن النصر أما الملك الإسباني لا تحمل هذه الخسائر فقام بعز الحاكم غرناطة المركز ديمونديخا وتعويضه بخود دون خوان نمساوي الذي لديه خبرة عسكرية كبيرة من بعد حروب كثيرة ضد العثماني فجمع جيش كبير وهجم به في فبراير سنة 1570 على غاليرا الذي كانت أكبر حصون الموريسكيين فدفعوا له باستيماته لكن خسروا أمام مدفعية الإسبان الذين يتعاملوا بوحشية كبيرة مع السكان وقتلوا منهم عدد كبير الإسبان سيطلبوا المرة الأخيرة من الثوار لاستسلام مقابل العفو لكن بنوع بولي معه لا تقوش فيهم فقرروا الحرب حتى النهاية أما في غرناطا وبالضبط في 28 أكتوبر سنة 1570 أصدر الملك فيليب الثاني أمر بطر جميع الموريسكيين من المدينة لمناطق أخرى فسط إسبانيا ومصدرت أملاكهم العقارية لكن بزادي السكان ماتوا في الطريق بسبب الظروف القاسية ثم سمعوا الثوار بهذا الأمر خلطوا من الجبال في كنون خبحي ودروا عملية كثيرة قتلوا فيها بزافة الإسبان وبقوا في هذا النوع من الحرب العصابات والاختباء في الجبال حتى المارس سنة 1571 فين قام الإسبان بأسر زوجته وبنت واحد من مساعدي ابن عبو سميت وشنيش وعدوه يردوهم إليه ويعفو إليه إذا هو سلم لهم ابن عبو حي أو ميت وبالفعل المساعد غدين في فضل الأمر وهي جمع على السلطان الأندلسيين في المخبأ دياله الجبال فعياب ابن عبو ما يقاوم لكن في الآخر تشرح وطح من الفوق على الصخور ومات فأخذوا الإسبان الجثة دياله ودخلوا الغرناطة في حتيفال ضخم وبدوا يظهرها في المدينة كعالمة على النصر ومنمورها بزاف ديال الموريسكيين اللي يستسلمون بعد الموت ديال الزعيم ديالهم وفي النهاية حرق الجود توقع رؤوس الأندلسيين وبهذا انتهت آخر ثورة اللي كانت على شوية ما ترجع الأندلس للموريسكيين ضد أقوى جيش في أوروبا ديالساة وبدون أي مساعدة خارجية رسمية من الدول المسلمة القريبة وفي 9 أبريل 1690 أصدر المالك الإسباني فيليب الثالث مرصوم يقضي بالطرد النهائي للأندلسيين من أرضهم في اتجاه المغرب والجزائر إذا أعجبتك الحلقة و سترى شيء عن قرب فشركة كارت بوما بويشكا تنظر حالات سياحية تاريخية للأندلس مدة أسبعيا سنرى فيها مؤثر كثيرة بحل القصر الحمراء البيازين و قصر المورق والبشارات و الحضور للحفلات فلمينجو و الإقامة في فنادق فخمة بأثمينات فضيلية التسجيل ضغط على الرابط الضير في الشاشة وباقي المعلومات ستجدون في الفيديو اشتركوا في القناة